النهاردة لعبة اسمها كايلية نمور لعبة عملت إنجاز تاريخي للجزائل وللوطن العربي إنجاز تاريخي خالد النهاردة زهبية الجنباز ده الخبر ده الخبر مش الحكاية ده الخبر الخبر التاريخي بالمناسبة أول مدالية للجزائل وأول مدالية للعرب وأول مدالية لكل شيء ذهب طيب الكوسة اللي جاية دي ملهمة جدا جدا وركز معايا فيها كيلية اتولدت في 2006 لأب جزائري وأم فرنسية اتولدت في فرنسا فابقى معاها الجنسية الفرنسية طبعا مع أصولها الجزائرية هذه البطلة العظيم هي طبعا بتمارس رياض الجنباز من وهي صغيرة من وهي طفلة وبعد كده اتعرضت تركز معايا بقى في اللي جاية ده اتعرضت فجأة لمشكلة في العظام بسبب ما سمية بتفرف النمو ولدت بيها وده أدى لإصابتها بالتهاب في العظم والغضروف في 2021 الطارو يتدخلوا ويعملوا لها عمليتين جراحياتين في الرجبة بعدها راحت للاتحاد الفرنسي وقعت لهم أنا عملت عمليتين وخلاص أنا بقيت جاهزة للمشاركة مع المنتخب الفرنسي فقالوا لها لا روحي اعملي فحصات تانية واتدربي أكتر واتآهلي كمان سنة وبعد كده بيتعالن فطبعا البنت زعلت تقصرت اتحطمت راحت لأسرتها فأسرتها بدأت تخاطب الاتحاد الجزائري للجنبوز قالوا لهم البنت دي كانت تلعب مع فرنسا بس احنا من أصول جزائرية فعايزين البنت تلعب مع الجزائر وبالفعل حصل ده في 2022 بس لقاحة الاتحاد الدولي لللعبة بتقول انه اللي يغير جنسيته في اللعبة ما يمثلش المنتخب الجديد لمدة سنة لمدة سنة إلا لو حصل اتفاق بين الأطراف يعني اتحاد الجزائرية التفاق مع اتحاد الفرنسي فوافقوا فخلاص مش لازم السنة دي تحصل فالاتحاد الفرنسي رافض رافض انه يتفق في ده فالبنت قعدت سنة وكأنه انتقام من الاتحاد الفرنسي منها لو مرضيش خليها تلعب معها بعد السنة اللي بتاعدت فيها عن اللعبة تماما قدرت تمثل الجزائر وقدرت انها تاخد الميدالية الفضية في بطولة العالم بعد سنة بعد سنة دخلت أولمبياد باريس وكررت انها ترد الجميل للجزائر كلها وللوطن العرب ونجحت انها تاخد أول ميدالية زهبية للجزائر في دورة الألعاب الأولمبية في هذه اللعبة ولأول مرة للجزائر الميدالية الزهبية من 2012 من أولمبياد لندن 2012 تشايف الحكاية عاملة ازاي؟ واحدة اتحاد أوروبي الاتحاد الفرنسي تحديدا ينهي تماما مستقبلها تلجأ للاتحاد الجزائري يوافق الاتحاد الجزائري انه ياخدها انها تمثل لعبة الجنباز في الجزائر تلعب مع الجزائر تاخد فضية العالم وتاخد زهبية أولمبياد باريس مليوم مبروكة بطل مليوم مبروكة بطل